اشتركوا في القناة او دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد انه منتقل الى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الانسان فيها اخر النظرات على الابناء والبنات والاخوان والاخوات يلقي فيها اخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الاهات والزفرات انها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر انها اللحظة التي يعرف الانسان فيها حضارة الدنيا انها اللحظة التي يحس الانسان فيها انه فرت كثيرا في جنب الله انها اللحظة التي يحس الانسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرت فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت انها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله اعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم او نداء الجحيم الا ليت شعري هل يقال يا اية لم يسمت لها ترجعي الى الرك كرابة مرحة اخرجي او نداء هل يقال لا ايضا لسوخة اخرجي الى صحة من الوغ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر